لا فقد لا غير الليبيون الشرفاء لا عملاء الإمارات ولا عملاء مصر الذين يقصفون أطفالنا ويقصفون توالنا من غير دم تدخلا في ليبيا تعددت وتنوعت أساليب الكيد والمؤامرة لأجل وأد الربيع العربي منذ انطلاقته لكن أخطرها وأشدها فتكا هو استخدام العملاء في الداخل والخارج وعلى مستوى دول ومؤسسات وأفراد في تنفيذ ذلك فما بين العدوان العسكري الذي ينتهك السيادة الوطنية تحت مبرر محاربة الإرهاب الذي لم تتضح معالمه إلى توظيف الإعلام ووصم الأحرار بالعمالة بينما يسلم زمام البلاد وعلى كافة الأصعدة إلى من لهم مصالح ومكاسب وأطمع ولا يهمها استقرار وتوفر العيش الكريم للشعوب ويشوه الوطنيون والحريصون على أمن واستقرار البلاد ومما يزيد المشهد إرباكا كما يرى كثير من المتابعين هو أن تقف وراء العمالة التي تعددت أوجه كيدها دول ومنظمات دولية تعلن في مواثيقها عن دعم السلام والاستقرار بينما الأمر خلاف ذلك فالانقلابات التي شهدتها بلدان الربيع العربي وقمع الشعوب التي تهتف في الساحات والميادين برحيل الاستبداد كلها جرائم تغض المنظمات الدولية الطرف عنها كما هو الحال في مصر وليبيا وسوريا التي أصبحت خير شاهد على انحطاط الإنسانية في تلك المنظمات إذ لا تزال الأنظمة الاستبدادية تلقى الدعم والتأييد من قبل ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي تدير رحى قراراته دول كبرى أعادت ترتيب أوراقها لرسم خارطة المنطقة بعد أن تفاجأت بثورات الربيع العربي التي أعلنت تأييدها ودعمها في ظاهر الأمر حين غابت الحيلة في إيقافه فأرسلت مندوبها للمتابعة والملاحقة بعد الفرز والتمحيس لما سيكون حجر عثرة في تمرير مخططاتها فجاء تراجع قوة الثورة ليزيد تفاقم وتأخر مشروع التغيير الذي بدلت فيه مهج النفوس لشباب ينشد سيادة الوطن لكن بقيادة الأحرار ومن تحرر من ذل التبعية والخنوع ترجمة نانسي قنقر